تقول تقدم إلي شخص أنا مستقيم ولله الحمد لكن تقدم إلي شخص غير مستقيم ويدخل لكن محافظ على الصلوات وسألت الأخت أمة الله عن عمري قالت 26 سنة أخت أمة الله بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض ولاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الخلق مع أن الخلق من الدين فلما أفرده بالذكر دل هذا على أهمية الأخلاق دل هذا على أهمية الأخلاق لأن قد يكون بعض الناس على دين لكن يفتقد إلى الأخلاق أو يفتقد إلى جزء كبير من الأخلاق مثلا قد يكون شخص من أصحاب الجمع والجماعات ومن أصحاب الصفوف الأولى في المساجد لكن عنده بخل والعياذ بالله هذا من يقبل فيه من يزوج البخيل شخص مثلا مواظب على كذا لكن عنده والعياذ بالله يعني سوء خلق في التعامل مع الآخرين سباب لعان شتام هذا من يزوجه مثلا الزوج هذا اللي أنت ذكرتي تحتاجين أولا تستخيرين الله سبحانه وتعالى أما وقد استشرتيني لأن المسألة مسألة استشارة وليست مسألة فتوى يجوز الزواج به يجوز لك أن تقترني به يجوز أن تتزوجي هذا الرجل ما في مانع لكن هل ترضين أن تبقين معه وهو يدخن أنا أعتقد بأن المرأة المستقيمة ما أعتقد أنها ستعيش عيشة هنية وحياة رضية ومطمئنة مع شخص يدخل أنا ما أدري أنا أقول من الصعب جدا إنسانا فعلا لأنها أذية ومرض الدخان خاصة في بعض الأزواج ذكي ما يدخن داخل البيت يدخن خارج البيت عنده حسابات معين لكن بعض الأزواج لا ما يهم ما يهم أبدا وذلك يلحق الأمراض بزوجته و بأولاده بكذا لكن ممكن أنك تشترطين عليه تقول أنا أقبل فيك بشرط أنك تترك الدخان تترك شرب الدخان قضية بعض الأشياء التي يعني غير ملتزم بها هذه تأتي مع الوقت تأتي بإذن الله لكن هذه المسألة اشتريطي عليه و اقبل به بارك الله فيك